خلينا بقى ننتقل لملف تاني طبعا لسه عن دارة كلام كتير بس زي ما كنت بقول لحضراتكو في الفقرة ان شاء الله بكرة بقى خلينا نروح لينا ونتكلم عن النهائي المرتقب الأهلي ان شاء الله والوداج المغربي في النهائي دوري أبطال إفريقيا نتكلم الساعة 9 مسائل ان شاء الله بتوقيت القاهرة على يعني ملعب محمد الخامس الجماهير بقى وده اللي يهمني في الخبر ده كله الجماهير بدأت بالفعل ان هي تسافر عشان تساند الأهلي وحضروا كمان جزء كبير جدا من مران الفريق ده كان بالأمسة طبعا وعايز أقول لحضراتكو يعني هتفات كانت كتيرة جدا وحاجات تحفيزية ده من دلوقتي زي ما حضراتكو شايفين كده هتفات أكتر من رائعة كان فيه روح جميلة جدا هو ده اللي احنا عايزينه كل ده كان موجود مبارح وده حيفضل موجود ان شاء الله ليوم المباراة زي ما احنا بنتكلم والثقة اللي بيدوها يعني الثقة اللي بيدوها برضو للفريق ما كانتش سهلة يا كريم هو ده اللي احنا بنتمناه في الأول في الآخر انت نفسك يعني يبقى عندك برضو ما تحسش بغربة من الآخر يعني ما تحسش بغربة أقول يفرق معك بقى انت بتلعب على أرض الخصم بتلعب فين التحكيم ازاي الأرض ازاي الجو ازاي طول ما انت حاسس كده ان فيه دعم ودعم على الأرض اعتقد ده غير طبعا الملايين اللي بيتفرجوا عليك والملايين اللي بتساند في العالم كله فبتفرق كتير جدا يا كريم